اشتركوا في القناة منذ اكتر من عام في ابريل من العام الماضي بدأتم بالفعل في مايو من هذا العام الان بعد اكتر من عام ونصف حضرتك كنت ذكرت خلال العام الماضي انه كان هذا العام الماضي هو بناء للجسور وبناء للثقة بين اطراف المعارضة والدولة وفك الانسداد القائم ده بحسب ما حضرتك ذكرته طيب ما بين الامل في تجاوز هذا يعني الانسداد كما وصفته حضرتك واغلاق عام للمجال العام السياسي وما بين التشكيك في جدوى هذا الحوار الوطني ما هو الافق الزمني لهذا الحوار اللي بدأ بعد عام من طلب الرئيس له وما زلنا الان في يعني بتجرى هذه الحوارات الحقيقة لو فهناك معنى للحوار فيهم معنى لو انا ذكرت ان له افق زمني يبقى الحوار فشل وهناك معنى اخر ليس له افق زمني الافق الزمني محدود بقضايا الحوار اللي هي اللي جان الموضوعات اللي بنائشة الحوار الوطني حيث تكعرف ان عندنا تلات محاور سياسي مجتمعي اقتصادي عندنا تسعتاشر لجنة بقواهم حوالي مية وتلاتاشر قضية دي الاضايا المطروحة للمناقشة بين اطراف الحوار دي افقها الزمنية صح التساؤل عنها انه هنخلص امتا حتى الان احنا ما عندناش افق زمني بمعنى انه في مدة معينة لازم نخلص فيها حتى قبل الانتخابات الرئاسية بالقطع هيكون ده مراعا بالقطع لاناك الجردب حتى الان فيما تم من جلسات اللي هو معنى الاول الحوار احنا عقدنا حتى الان حوالي خمسين جلسة لقشنا فيهم اكتر بربما ستين في المية من موضوعات الحوار بعض اللجان انهت عملها تماما عند المحور السياسي فيه خمس لجان فيه تلات لجان انه عملهم تماما لجنة مباشرة الحق السياسي والتمثيل النيابي لجنة الاحزاب لجنة المحليات من تلات لجان رئيسية انهو عملهم لجان اخرى بعضها في المحور الاقتصادي انهى اعماله وفي المحور المجتمعي وبعضها نص اعماله اوروبا وبالتالي بالمعنى الموضوعي للحوار يصح الكلام عن سقف زمن احنا سقفنا الزمن هو انهى الموضوعات مش مدة معينة طبعا وجود انتخابات رئاسية ومناخ انتخابي لابد ان يراعى وده بالقطع مراعى ومجلس الامناء بيقود دفع اعتباره اما الحوار بالمعنى الاهم اللي انا بشوفه ده لا يمكن يقول له سقف زمن الحوار هو وجود مجتمع سياسي نشط ووجود مجتمع سياسي قادر على التفاول مع نفسه وده حالة هذه الحالة لو اتخلقت وسألنا تخلص امتى احنا بنحكم على السنة بالفشل اتمنى انه حتى لو واظن ده الحال الان في مصر حتى لو الحوار بالمعنى الموضوعي والاضايا انتهى الى ما ينتهي اليه لكن الاهم هو ان الحوار كحالة مجتمعية تستمر وكحالة سياسيات تستمر وده كمان ينعكس على بقية مؤسسات الدولة طب حضرتك الحوار الوطني بتشارك في اطراف كثيرة ومن بينها الحركة المدنية الديمقراطية بتضم حوالي رؤساء 12 حزب شخصيات عامة لها مطالب محددة وحضرتك اعرف هذه المطالب وممكن من ابرزها الافراج عن سجناء الرأي في افراج بالفعل تم اكتر من ممكن الف وخمسمية لو حركت تصحح للمعلومة لكن فيما يبدو ان ده غير كافي حتى الان بالنسبة ليهم فهل نتوقع مزيد من الافراج وخصوصا عن اسماء بعينها هم يعني بتطرح وحركتك عارف مين اللازم بداية الحركة المدنية الحقيقة يعني في بيان تقرخ بتمانية مايو العام الماضي مش العام ده اه وضعت عدم من الضمانات مطالبتها واسمتها الضمانات ودي كان مرحب بها في اثناء الحوار الكواليس الحوار وهذه الضمانات كان واحد منها هو الافراج عن المحبوسين باقي الضمانات تحققت كاملتا تمام الضمانات او سبع ضمانات تحققوا والدليل مش من عندي بان الحركة المدنية احد الشركاء الاساسيين في الحوار حتى اللحظة ومنذ بدايته ولم تلوح ولم تلمح ولم تقوم باي نوع من انواع الانسحاب او التعليق ونشطة للغاية سواء في المجلس الامناء بموسليها او في جلسات الحوار وانا بحضرتك للصفحة الرسمية بتاعة حركة المدنية على الفيسبوك بيحطوا كل مرة مع جلسات الحوار كل ما قالوا اعضاءها في الحوار بالفيديو وبالتالي ده دليل على الوجود فيما يخص المحبوسين المحبوسين حقيقة امرين الامر الاول هو انه هناك مطالب وهذه المطالب زي ما ذكرت فيه نوع من المحبوسين المحبوسين احتياطيا ودول مصيرهم في ايد القضاء والنيابة والمحكومة عليهم باحكام نهائية ودول مصيرهم في ايد عفو رئاسي في السنة الماضية عندنا حوالي 1500 من المحبوسين احتياطيا تم الافراج عنه وعندنا 17 شخص من اللي الرئيس يستخدم صالحيات الدستورية للعفو عنه هل عندنا احصائية بعدد المحبوسين احتياطيا لا يوجد احصائية في في اي حتة بعدد المحبوسين احتياطيا لان المحبوس احتياطي ده محبوس لمعرفة احدى النيابات في احد المراكز او في احد المحافظات وعلى قضية محددة وبالتالي الاسماء اللي قدمت من الحركة المدنية وتم الموافق عليها في بداية الحوار كانوا الف اربعة وسبعين اسم اللي افرج عنهم 1500 اسم يعني اضيف اليهم اسماء ده مش معناه انه الحال على افضل ما يكون موضوع الحبس الاحتياطي في الاصل هو قضية قانونية قبل ما تبقى قضية اجرائية وهي من القضية الرئيسية المطروحة على الحوار في لجنة حقول انسان والحريات العامة انه تعديل احكام قانون الحبس الاحتياطي والحبس الاحتياطي في الدستور هناك سقفله وهناك ايضا وده يمكن كتير الناس ما عرفوش وهناك الزام على جهة ما مش محددة في القانون بالتعويض عن الحبس الاحتياطي اللي بينتهيش الى حبس او الى ادانة كل هذه الموضوعات لحل مشكلة الحبس الاحتياطي جزريا طيب لماذا لم تنفذ اذا كانت موجودة ومنصوصة عليه في الدستور مش مقننة كل ما يعلم طيب لما اعلموا انه تعديل مواد الحبس الاحتياطي موجود لدى مجلس النواب مشروع طيب احد المشروعات ايه اللي بيؤخر صدوره لحتى اللي انا يعني لسته مجلس النواب مجلس النواب عنده مشروع احنا هنناقش هذا الموضوع ايضا وده ده موضوع محدد داخل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ومفصل وحيطرح ايضا مشروع هنستعين فيه بالمشروعات الموجودة حاليا عشان ينظم الحبس الاحتياطي بما لا يعني يكرر الظاهرة لكن اللي موجود الآن تاني بكرر في 1440 اسم كانوا مطرحين افرج عن 1500 اكتر منهم في المعفو عنهم او المطلوب العفو عنهم في هناك بعض الاسماء لا تزيد عن ثلاث اسماء متبقية او بتطالب بها الحركة المدنية بينهم اسمين يعني اصلي واسم احتياطي عشان يعني يعني ما بينا ببصلها صح وبالتالي انا اظن انه طيب فيه انباء عن الاسمين دول الحقيقة ده في قد الاجهات يعني ده اكيد فيه جهود كبيرة اتعاملت ولا تزال تبزل ولا تزال تبزل والكل عايز يحسن المناخ يعني احنا سمناه في مجلس الامناء انه تهيئة المناخ الايجابي للحوار مش حينته في يوم وليلة عشان يبقاش وهمين مفيش شيء اصلاحي تاني انا بقديم يعني دي الجملة المقتنعة بها هذه عملية اصلاح الاصلاح ليس ثورة الثورة تنهي الامور في ليلة الاصلاح ينهيها في شهور واحيانا سنوات احنا مصممين على الاصلاح وعشان الاصلاح يكمل لابد نبقى فيه عندنا قدرة على الصبر والاصرار وايضا التعاون مع بعضين الحوار هو جزء من حملية اصلاح ربما تكون اشمل هل توصلتم الى اي اتفاق حول مشروع قانون حرية تداول المعلومات حتى الان القانون نوقش في جلسة حضرتك اجلستين ولا بعض وكانوا ثريتين جدا جدا كان فيهم اجماع واحد على ضرورة صدور قانون لحرية تداول المعلومات بالرغم من اختلافات اخرى لم تكن كبيرة لكن كان بعضها متعلق وحدك عارفة ده في كل المجتمعات انه افراج عن الوثاق امتى ايه نوعية يعني عشر سنين ولا خمس سنين ولا خمسين سنة ولا مئة سنة ولا ما فيش خالص دي تعريف الابن القومي يعني دول النوعين من الخلافات اللي داروا لكن الاجماع على تطبيق النص الدستوري بصدور قانون لحرية تداول المعلومات لم يختلف عليه واحد من من حضروا الجلستين الطوال من كل الاطياف السياسية في مصر احنا رأينا دعم الرئيس للحوار الوطني وخصوصا مؤخرا كان فيه الاسكندرية امام الشباب وذكر انه بصدد التصديق على جميع المخرجات هل ده رفع سقف المخرجات اللي ممكن احنا نتوقعها من هذا الحوار الوطني وايه اللي توصلتوله لحد النهاردة شوف عددك ده زود العب على الحوار الوطني على مجلس اماني اقول الرئيس قال بشكل واضح انه فيما يدخل في اختصاصاته الدستورية كرئيس للجمهورية اي رئيس للسلطة التنفيذية فسيقوم بالتصديق الفوري حسب تعبيره بدون قائد او شرط فيما لا يدخل في اختصاصه الدستوري كرئيس للسلطة التنفيذية سيحيله الى السلطة التشريعية الى مجلس النهاردة احنا الان يعني مجلس يؤمناء عاكف على ما يسمى به اللجان المصغرة هذه اللجان هي بتأخذ ما جرق منعشته في الجلسات العامة وانا قلت اكتر من ستين قضية تم منعشتهم وبعضها كان موافق عليه باجمع او بتوافق كامل وبعضها مختلف حوله اللجان المصغرة مش بتقيد الحوار العام اللجان المصغرة هي اللجان للصياغة ومحاولة تقريب وكهات النظر في اللحظة الاخيرة ربما نخرج بوجهة نظر واحدة في موضوع واحد او بلورة الخلاف بشكل واضح ده حيرفع لمجلس الامناء سواء اختراح موحد او اختراحات متعددة ومجلس الامناء حيرفعه فوريا بعد منعشته للسيد رئيس الامناء مشاهدين الكرام فصل قصير نعود بعده لاستكمال هذه الحلقة فابقوا معنا مشاهدين الكرام اهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم ونستكمل الحوار مع الدكتور دياء رشوان المنصق العام للحوار الوطني ونكمل مع حدثك الحوار نتحدث عن نقطة اخرى وهنا انه الجميع بيشارك في هذا الحوار معارضة منهم يعني لكن من تورط في سفك الدماء لم يدعى لهذا الحوار احنا بنتحدث عن جامعة الاخوان حاولت حررتك ذكرت ان الجماعة حاولوا اكتر من مرة يشاركوا في الحوار سؤالي بقى هل تزايدت هذه المحاولات بعد المصالحة المصرية القطرية والمصالحة المصرية التركية هل حضرتك رصدت اي تزايد لمحاولات الاخوان للمشاركة فيها الحوار بعدها في الملاحظة الرئيسية في هذا السياق وانا بكررها مرة اخرى انه لم يصدر عن اي جناح اخواني في اي عاصمة سوى مجموعة النوعية العنيفة اللي كان يقودها محمد كمال رفض الحوار لا في لندن ولا في تركيا ولا في سويسرا لم يصدر اطلاقا بيان رسمي واحد من الاخوان المسلمي بيقول احنا بنرفض الحوار الوطني بخلاف هذا كان هناك محاولات مستترة وبعضها شبه علني وبعضها بيقول انه ده يعني يبقى مصالحة الاخوان مع انعقاد الحوار الصدمة الاعظم كانت يوم 3 ميل الجلسة الافتتاحية لم يشهد اخوان غيابا لأحد في الحوار الوطني لم يشهدوا غيابا لخيط واحد نسيج واحد في النسيج المصري وبالتالي توقف الاخوان واعلامهم الاعلام الملتحك بهم عن نقد الحوار الوطني يعني احنا ملاحظين من 3 مايو لغاية النهاردة في تجاهل للحوار الوطني ثم انتقدوا حضرتك طبعا انا مانتقد بشكل شخصي هم شافوا 18 مايو كان متحدث الاخوان بينتقد حضرتك انا ما عرفش انتقدني في ايه لكن ده معتاد يعني انما اقصد بياخدوا قضية صغيرة من الحوار ممكن يعني ده كانت تصريحات اخرى قلت ان الاخوان خرجوا من الساحل قلتها كدارس مش كمنصق قضيت من عمر 40 سنة فكان ده رأيي كدارس وبالتالي التجاهل ملفت معادة قضية صغيرة تخصهم ده معناه انه ده بالبلد اللي هو المثل المشهور انه يعني بيضع رأسه في الرمال هو خايف يشوف الحقيقة وخايف اكتر هو بيهاجم الدولة بيهاجم الحكم بيهاجم المعلاقة لكن هو خايف يهاجم الحوار انه حيضطر يهاجم الكل طب يعني هل مشاركة الحركة المدنية اسهم في مزيد من العزلة للاخوان اللي كان الاخوان بيحاولوا يغزلوا بعض منهم يحاولوا يستقطبوا جزء من هذه الحركة هل مشاركة الحركة المدنية في الحوار يعني أدت لهذه مزيد من العزلة للجماعة شوف الله عزيزك أكيد مشاركة الحركة المدنية كانت مقدرة ومهمة وضرورية وهم شركاء الحوار من الأول يعني بنات الحوار معنا لكن كمان أنا بسأل السؤال العكسي عاد بضع أفراد محترمين ومقدرهم بشكل شخصي أنا شخصيا بينتقد الحوار أحيانا على صفحته بضع أنا أقول بضع دي في اللغة لا تزيد عن عشرة عايز حدي يقول لي مين خارج الحوار من الحركة السياسية في مصر غير الحركة أي حد تاني يعني حد يذكر لي من خارج الحوار من القوى السياسية في مصر سواء الشرعية كأحزاب أو السياسية كحركات سياسية بالإضافة إلى ومع طبعا الحركة المدنية إجابتي لا أحد طبعا هل رصدتم أي محاولات فردية من أعضاء الجماعة بتحاول الاتضمام للحوار؟ بالحقيقة يعني ما عنديش تفاصيل بده لكن أنا متأكد منه أنه يعني الجماعة كانت شايفة أو متصورة أنه الحوار يساوي ما بين قسين مصالحة وأن الحوار هو باب خلفي ربما تكون الدولة فكرت فيه عشان تعيد الجماعة الجماعة لا تنتبه أو لم تنتبه ويبدو أنها لن تنتبه إلى أنه هذه المرة ليس هناك خصومة مع الدولة المصرية هذه المرة هناك قطيعة مع الدولة المصرية ومع المجتمع المصري ككل دي أنا زي ما قلت قبل كيه دي مش محنة من المحن اللي بيقرخوا بها تاريخهم المحن عارفين أنه إحنا أربعينيات والخمسينات والستينيات لا هذه ليست محنة هذه قطيعة نهائية وبالتالي العودة من الباب الخلفي للمجتمع المصري من الحوار أنا أظن أنه وهنا يكفي الإشارة أن حضرك ذكرت الحركة المدنية المجلس المناء الحوار الوطني اجتمع يوم 6 يوليو قبلها بتالي اكتهم بيان الحركة المدنية هو اللي قال لا يشارك من مارس العنف وبالتحديد جماعة الإخوان ومن ثم الأمر مش متعلق بسلطة أو معرضة تلقيتم أي مكالمات هاتفية من من هم خارج مصر حتى زي مثلا أيمن نور أو كده بيحاولوا المشاركة بدون ذكر أسماء يعني كثير من من يدعونا خصوما مع الحوار ومع هذه الدولة ومع أطراف الحالة السياسية يعني بتعبيرات سامي الكريكاتير والأستاذ مصافة حسين والمرحوم أحمد رجب وكثير منهم عبده مشتاق مشتاق للحوار مشتاق للعودة بوابات الخلفية وأعتقد أنها مفتوحة الحقيقة يعني الحوار الوطني صريح وواضح من الأول نقول أن أمرين اللي شارك في العنف وحرض عليه أو مرسه لا يشترك الذي يرفض الدستور هو شرعية الحكم في الدولة أيضا لن يكون موجود اللي عنده حاجة عكس كده يعلنها مباشرة وأنا أظن أن أبواب هذا البلد مفتوحة لكل أبنائها ممن لم يمرسوا عنف أو ينضموا الجماعة الإرهابية مصنفة بحكم القانون أو بيعترضوا على أساس الحكم لأنهم انقلابية وجدنا لغة كبيرة حول موضوع الانتخابات الرئاسية وموعدها هنا كمان ذكر أنها ستكون انتخابات رئاسية مبكرة وبعن حضرتك ذكرت لأ بحسب الدستور لا يمكن أن تكون انتخابات رئاسية مبكرة هل الانتخابات الرئاسية ستعقد في ديسمبر من العام الحالي أو ما هو موعد الانتخابات الرئاسية؟ لا حضرت بصد الدستور حط خطوط عامة الجهة الوحيدة المغنوط بها بحكم القانون الدعوة للانتخابات الرئاسية هي الهاية الوطنية للانتخابات والهاية الوطنية للانتخابات في ظني لن تتأخر كثيرا في إعلان التفاصيل لكن الخطوط العامة في الدستور واضحة أن الانتخابات الرئاسية تبدأ أول إجراءتها قبل 120 يوم من إعلان انتخاب الرئيس الحالي اللي هو 2 إبريل ومن ثم لابد أن الإجراءات تبدأ لا يمكن أن تبدأ بعد 1 ديسمبر أو 2 ديسمبر تبدأ قبلها يعني 120 يوم 2 إبريل أعلن انتخاب الرئيس السيسي 120 يوم نرجع لورى لنتهي إلى 2 ديسمبر ما ينفعش أي إجراءات بعد 2 ديسمبر يعني الإجراءات تعلن والانتخابات تجرأ الدستور برضو محدد ده إن في القانون في معايد الإعلان للأسماء ومعايد للطعون وكل ده الهيئة الوطنية هتعلن يعني مبدئيا كده ممكن إمت أنا مقدرش أقول للمعادي حاليتك مرة ذكرت موعد في فبراير لا قياسا على إنه الدستور بيقول إيه وإنه تعلن نتيجة الانتخابات قبل 30 يوم على الأقل من نهاية مدة الرئيس الحالي حالي هي في يونيور اللي هو مادس مادس يعني إن الرئيس الحالي 2 إبريل أعلن انتخابه قبلها بتلتين يوم على الأقل لازم تعلن نتيجة الرئيس القاتل طيب الوقت يعني دلوقتي إحنا بنتحدث في أقل من 6 أشهر تمام يعني هل أحزاب والجو السياسي مهيئ للانتخابات الرئيسية هل تعتقد برغم إنه بعض البعض أبدى استعداده للترشح خمس أسماء طرحت في أسماء حولها جدل يعني مثلا رئيس حزب الوافد عبد السند يماما هل الجو السياسي مهيئ لإجراء الانتخابات الرئيسية وهل ستختلف عن انتخابات عام 2018 شوفي الجو السياسي بالقطع بيبقى مدرك قبلها بسنين يعني ما بعد انتخابات الرئيسية ما بعد محدد في الدستور وبالتالي لكل مدرك إنه هناك انتخابات الرئيسية قادمة وبالتالي الاستعداد لها رهن بكل طرف عايز رشرح نفسه كأخوة السياسية أو كشخص أو كفرد اللي حضيك قلتيه إنه حتى اللحظة ما فيش يعني فيه عدد محدود من الناس بعضهم عقد عزمه وقال أنا مترشرح بعضهم عنده مشكلة جهو حزبه بعضهم قرار مبدئي وده الحقيقة أقول لي حضيك إيه؟ يعني أمر مش مستعرب في حالتنا في مصر إحنا عندنا في دول فيه إجراءات بتتمي يعني في وقت التحامل كيفي إجراءات بتتمي اقتخابات تمهيدية جوال أحزاب عشان ينتهي إلى مرشح لكن بيبقى فيه إعلان لكن التحديد النهائي إحنا قدامنا في انتخابات مثلا لو قلنا فبراير أو مارس أيا كان التاريخ أنا بتكلم على بعد حوالي 8 شهور أو 9 شهور ده كافي؟ أنا رأيي مدة كافية طيب الأسماء اللي توري حط حريتك يعني منها وسن أحمد طنطوي برلماني سابق عبدالسند يمامة حزم عمر حزب الشعب الجمهوري أكمل كورتام هناك من يطرح اسم جمال مبارك ده أمر وارد؟ أنا معرفش سياسيا ده أنا أعطي جواب سياسيا بس هل قانونيا سيد جمال مبارك رد إليه اعتباره؟ وحتى لو رد يعني القانون الواضح الدستور يقول إنه لو حكم عليه شخص أي شخص في جريمة ولو رد عليه اعتباره دي مسألة حتفحصة الهيئة وطنية الانتخابات وبالمناسبة عشان بس الناس كلها تبعوا بطمئنا للإجراءات القانون واضح في ده إنه قرارات الهيئة وطنية الانتخابات قبل للطعن عليها في المحكمة الإدارية العليا للقضاء الإداري وبالتالي لو سيد جمال مبارك حقه القانون يترشح وهو عايز يترشح أنا سؤالي بس للسيد جمال مبارك أنا بسقوله على الهوى أنت عايز تترشح؟ لو الموت ضق سيارة يا ريتي علينا عشان الناس يحسم أمرها ومنهم أنه هل تعتقد إنه سيكون هناك أسماء مفاجئة في الفترة القادمة؟ الحقيقة ما أعرفش لكن احنا كلش فيها من أسماء نسمع آه كل فالإسم المفاجئة يقولي في أسماء مفاجئة أنا منتظر كل أسماء المفاجئة هناك البعض بيتخوف من أن تقف جماعة الإخوان وراء أحد المرشحين كما حدث في 2005 لما وقفه خلف أيمن نور هل حدثك من بين المرشحين الموجودين أو من أبدأ استعداده للترشح ممكن من أن تقف وراءه جماعة الإخوان؟ بس في الأول هل إحنا لدينا نفس جماعة الإخوان التي كانت موجودة في 2005 أو 2012؟ أتبعها؟ وده سؤال الأساسي ظني لأ ظني لدينا أنصار متبقين من جماعة الإخوان معظمهم اعتزل العمل العام وقعد في بيته وسواء صدمة في تطورات كبيرة للجماعة مش هقولك حتى عطراد على العنف الانشقاقات العظمى اللي حصلت في الجماعة دي مكنش متخيلة في الوعي الإخواني الوعي الإخواني مبني على سمع وطاع الفرد وشخص مرشد ومكتب إرشاد ومجل الشورى وفجأة كل شيء تشقق دي هذه المرة الأولى في تاريخ الجماعة المئوي يحصل هذا النوع من اللي حصل خلافات في الخمسينيات بس جوة مكتب إرشاد منعكستش على الجماعة وبالتالي جزء كبير جداً من من كانوا إخواناً اعتزلوا الإخوان وجزء آخر خوفاً من المجتمع المجتمع بمعادل حركة السيد رندا إذكري معاي من 20 سنة و15 سنة كان ممكن أي شخص يوقف أي مقهى ويضخ الدعاية الإخوانية ويلقى المشاريع بتنزله إكراماً والترحيب إكراماً النهاردة مش خوفاً من الأمن خوفاً من المجتمع المجتمع معادي الحالة وبالتالي مش عايزين يبالغ في إنه هناك قدرة الإخوان على التحريك الكسيف اللي حصل في الخمسة وفي الثماشر طبعاً فيه أنصار مستترين أو معلنين لكن لن يؤثروا في نتيجة انتخابات أبداً يقدروا يدوا أصوات ووضعوا حقهم كمواطنين ما هو المواطن المقيد في الجدول الانتخابية غير مداني وبالتالي أنا ما أقدرش أقول له أنت بتدي المين هو حقه لكن تأثيره السياسي أنا بقول له حضرك لن يكون أبداً لك 2005 ولا 2012 و2005 إحنا شوفنا كان تأثيرهم غايته وأقصى كان فين المرشح إحنا نعرفه جميعاً هل بترى أنه هذه الانتخابات ستكون مختلفة عن انتخابات الرئاسية ستكون مختلفة عن انتخابات عام 2018 شوفي أنا في ظني أنها مختلفة ويمكن أملي كبير فيه أنه الحوار الوطني فتح أبواب أخرى فيه إحنا لم نجلس معاً إحنا دي 30 يونيو هذا التجمع الكبير اللي أنا سميته أنه دي عودة الروح ل30 يونيو 30 يونيو هي الصورة الأعظم في حيث العدد في التاريخ المصري الحديث وهي الإبنة الشرعية لصورة 25 يناير والتنين هما اللي صنعوا النهاردة وبالتالي عودة 30 يونيو بهذا الجمع من الناس معناه أنه فيه انتخابات تانية انتخابات اللي فاتت ما كانش فيه 30 يونيو عشان ما ننساش 2018 كان الأشقاء متفرقون وكانت الجسور بعضها مغلق والقنوات بعضها مسدود الآن الأمر مختلف سيد راندا فتكري معايا أنت بعض الوجوه اللي بتشوفيها في الحوار الوطني والأسماء والمصطلحات آخر مرة شفتيها إمتى ده ما نقحة تجرى فيه انتخابات رئاسة الجمهورية وبالتالي أتوقع أنه هيبقى مختلف أتمنى أنه يبقى فيه عدد من المرشحين الجدين ينفسوا بعضهم والرئيس السيسي ينفسهم وينفسه عشان كده تجرى انتخابات انتخابات مش عملية احتفائية مش مجرد طقس انتخابات ممارسة والممارسة للانتخابات الرئاسية هيترتب عليها ممارسات في البرلمانية والمحلية وغيره ولذلك أنا بأدعو كل الجدين أنهم الراغبين بمستقبل سياسي جد أنهم يتقدموا بجدية الانتخابات الرئاسية والمصريين في النهاية هم الحق دكتور ديار أشوان المناصق العام للحوار الوطني في مصر نحن نشكر حديثة جدا على هذه المقابلة وشكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة